السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفقرة كما تعودنا من كل يوم جمعة نركز على موضوع ديني اليوم هو يوم ذكرى يوم اليتيم وهو الأول من إبريل وأول جمعة في هذا الشهر الذي نجعله يوما للاحتفال بيوم اليتيم هناك الكثير في الحقيقة من الآيات والأحديث النبوية الشريفة التي تؤكد على حقوق اليتامة وكيفية حماية هذه الحقوق والتعامل معها يقول المولى عز وجل وأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى والذين يطعبون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على حقوق اليتيم والثواب الذي يناله كافل اليتيم أيضا يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بإصبعي السبابة والوسطى للتأكيد على قيمة وأهمية كفالة اليتيم وتغديم المساعدة ويد العون له وبالتالي يعني يجب علينا الاهتمام باليتيم مساعدته ضمن حقوقه للأسف الشديد ربما نشاهد الكثير والكثير ونستمع إلى الكثير من القصص التي تنتهك فيها حقوق اليتامة في داخل مجتمعتنا كل هذه الأمور سوف نناقشها مع ضيف الكريم الشيخ محمد مبروك إمام وخطيب مسجد النور يعني برحب بحضرتك شيخ محمد أهلا وسهلا بكم ومشاهدين الكرام اسمح لي في البداية نتابع تقرير عن حقوق اليتيم ثم نبدأ الحوار في هذه البقرة نتابع مع الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تحل علينا ذكرى يوم اليتيم تلك الذكرى التي تعد مناسبة هامة للاهتمام بالأطفال وخاصة من الأيتام في محاولة لإدخال السعادة على قلوبهم والتخفيف من أحزانهما ويعد هذا اليوم مناسبة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الذين فقدوا آباءهم في محاولة لتعويضهم على ما فقدوه من الحب والحنان والعطاء من الوالدين ويرى البعض أن المال فقط لا يعتبر وحده من أهم الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان الذي حرم من أهله وإنما يحتاج إلى الاحتواء والحنان والمعاملة الحسنة من جانب المحيطين به فلذلك يرى البعض أن يكون لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا آباءهم أكثر من يوم وليس يوم واحد فقط لإدخال البهجة والسرور إليهما فالاهتمام بالأيتام يعتبر واجبا ديني حيث أوسى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بالاهتمام بهم ورعايتهما وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى مما يدل على مكانة اليتيم ومنزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وارتباطا بذلك يؤكد علماء الدين على أهمية توفير التربية لهؤلاء الأطفال في بيئة صالحة والاعتناء بهم وحمايتهم من المخاطر مع العمل على تعليمهما حتى يكونوا أفرادا صالحين قادرين على خدمة مجتمعتهم في كافة المجالات المختلفة وفي هذا الإطار يرى البعض ضرورة أن يتحول يوم اليتيم إلى احتفال حقيقي ومشاركة فعالة من قبل الجميع كما يقترح البعض أهمية أن تتمنى الجهات الحكومية بجانب مؤسسات العمل المدنية مسؤولية ورعاية الأيتام بشكل أكبر وأوسع حتى يتم دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا مهما من مكوناته يعني إذن هي حقوق وواجبات علينا كمجتمع مسلم تجاه اليتامة لكن من هم اليتامة كما أعرفهم الإسلام؟ هذا ما أطرحه على الشيخ محمد يعني من هم اليتامة كما يحددهم الإسلام في هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاللهم يا معلم آدم علمنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم فاللهم يا مفهم سليمان فهمنا ربنا شرح لنا صدورنا ويسل لنا أمورنا واحل العقدة من ألسنتنا واجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وصلاة وسلام على الكريم المكرم والشفيع المشفع صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الذي بلغ عن ربه وأخبر ورضي الله عن آل البيت أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اليتيم يعرفه أهل العلم فيقولون هو من فقد الأب ولم يبلغ الحلم بعد يعني طفل لم يصل إلى سن البلوغ مات أبوه ثم يقولون واللطيم هو من فقد الأب وين يقولون فلان متيتم وفلان مطلطم فاللطيم هذا من فقد الأب وين أما في عالم الحيوان والطير فإنهم يطلقون اليتيم على من ماتت أمه لماذا؟ لأن مسألة الأسرة بالمفهوم الإنساني مش موجودة بالبعد دائوي في أغلب الحيوانات والطيور يعني تحدث مسألة التناسل بين الزكر والأنسة مسألة التكاثر هذه يتولد عنها أبناء ثم في الأغلب العام ينصرف الزكر عن الأنسة وتبقى الأنسة هي التي تقوم على أمر هذه الأسرة أو على أمر هؤلاء الأبناء فحينما تموت الأم إذن الظهر والسند والمعين وإلى آخره كان هو الأنسة فإذا ماتت الأم في عالم الحيوان وفي عالم الطير فإنهم يطلقون على أبنها هذا يتيما إذن اليتم من بين الأشياء التي من خلالها يصنع الرجال هناك مصانع للرجال يأتي من بين هذه المصانع مصنع اليتم فهناك مصنع الجيش الجيش يصنع الرجال هناك مصنع اليتم هناك مصنع العلم العلم يؤسس في الإنسان معنى الرجولة هناك مصنع آخر من مصانع الرجال وهو الغربة إذن اليتم يأتي من بين الأشياء التي يأتي من خلالها صنعت الرجال لكن علينا أن ننتبه جديدا إلى أن اليتيم إما أن يكون كالخشب وإما أن يكون كالذهب وتأمل والسادة المشاهدين هذا التشبيه اليتيم يكون كالخشب فإذا تعرض للنار احترق وتفتت وهلك إذا كان اليتيم ليس له من ظهر ولا من ناصح ولا من معين وترك نفسه لي الأمواج العاتية والريح الهوجاء فإنه غالبا ما يعيش حياة بائسة غالبا ما يعيش حياة كلها معاناة غالبا ما يعيش حياة هي أقرب إلى الضعف والانكسار منها إلى القوة والاعتدال والرقي لكن هناك أيتام كالذهب إذا أدخل النار ازداد صفاء وازداد نقاء طيب ده راجع لعوامل هذه العوامل أن هذا اليتيم وجد من يحتضنه يعني الإمام الشافعي لما يذكر أن أحد أشياخه قال له يا محمد إنك في العلم أفضل منك في الرمي الإمام الشافعي كان يرمي يقول كنت أصيبه في العشرة عشرة يعني يجيب عشرة من عشرة في الرمي فقال له لا ده انتبقى لو دخلت حلبة العلم لأنه رأى من نبوغه وزكائه وحافظته القوية ما به سيعلو أقرانه فقال له إنك في العلم أبلغ منك في الرمي فالإمام الشافعي يقول فوقعت هذه الكلمة مني موقعا في قلب يعني ممكن تبقى كلمة تقوم غير مصار حياة الإنسان وجد الأم الأم حين يفقد الولد وأباه عليها أن تجاهد في أبنائها وعليها أن تقدمهم على نفسها وعليها أن تسعى في أن تكون بدلا عن الأب يعني هي ستقوم الآن بدورين دور الأب والأم ودور الأم وهذه مسألة صعبة لكن حينما ننظر إلى عظماء الأيتام سنجد أن على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا له فلسفته أنه ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعه أحد لا معلم ولا أب ولا مدرس ولا إلى آخر يعني أبوه مات شوية فأمه شوية مات عجده شوية مات عمه إذن وكأن ربنا سبحانه وتعالى العوامل البشرية بينحيها جانبا عن طريق رسول الله لأن الله تكفل بتربية لكن ولعل البعض يعني يعني يأنس بهذا الملمح أنه دنيا الناس التي نعيش فيها الآن الرسالات السماوية الثلاث اليهودية المسيحية الإسلام رؤوسها الثلاثة أيتان لما نيجي على سيدنا موسى سيدنا موسى القرآن يذكر أمه أم موسى فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن فهو ربنا أوحى إلى أم موسى وبعدين وقالت لأخته قصيه أخت سيدنا موسى واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي فالقرآن تحدث عن أم موسى وتحدث عن أخت موسى وتحدث عن أب ولم يتحدث عن والد موسى عليه السلام فهنا فهم العلماء من هذا السياق القرآني وهذه الظاهرة القرآنية في تناول قصة موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام كان يتيم الأب أنه ما فيش دور للأب في القصة فنشأ يتيم طيب ده سيدنا موسى سيدنا عيسى ولد بلا أب يعني سيدنا عيسى كان أمة وحدة لأنه الله عز وجل خلق الخلق على أضرب أربعة خلق الخلق منهم من كان بلا أب وأم كأدم ومنهم من كان من أب دون أم كحواء ومنهم من كان من أم من دون أب كعيسى عليه السلام ومنهم من أب وأم كأنا وأنت وعموم الخلق سيدنا عيسى كان أمة وحدة طيب إذن الرسالات السماوية السلاسة رؤوسها موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا أيتام وبالرغم من ذلك يعني أهو شوف الكرة الأرضية بقى وأتبعهم إلى يومنا هذا ليست المسألة كمان قصرة على الأنبياء بل هناك من العظماء من العلماء ومن المجاهدين ومن الأبطال ومن الساسة يعني لنا أن نذكر كما أسلفنا الإمام الشافعي ومن قبله شيخه الإمام ومن بعده تلميزه الإمام أحمد بن حنبل فالإمام أحمد بن حنبل كان يتيما هو الآخر الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني مات أبوه ماتت أمه وربته أخته وهو أمير المؤمنين في الحديث وهو شارح صحيح البخاري بالإضافة طبعا إلى مثلا زعماء كنلسون مندلة كغندي في يعني على مدى الأصول هناك نماذج بالفعل مشارفة لم يكسرها اليوم وكانوا كالذهب طب يعني لو تحدثنا كالذهب وأيضا هناك نماذج كالخشب كما ذكرت حضرتك لكن ربما نلاحظ في هذه الأونة وجود الأب ووجود الأم ويزبح الأبن يتيما في نفسه هذه لفتة جيدة وهذا ملمح ينبغي أن تسلط الأضواء عليه ونحن نتحدث في يوم اليتيم أن هناك من بين الناس وللأسف الشديد هذه ظاهرة استشرط الاستشراء معنى يسميه أهل التربية وعلماء النفس والارتماع